في نهاية كل عام من الأعوام الماضية نتحدث عن عادة ما تعقد مثل هذه الندوات ويتم التحدث عن الإنجازات والإخفاقات التي مرت بها الثورة البحرينية الإنجازات التي أنجزها شعب البحرين بصراحة هي كثيرة ربما يتخيل للبعض بأن شعب البحرين لم ينجح أو لم يقدم أي نجاح في طوال هذه الأعوام التي خاضها مع النظام الخليفي وهو عكس الواقع في الحقيقة أن شعب البحرين تمكن من الحفاظ على نفسه لأن المخطط كان كبير جدا لإنهاء شعب البحرين أو أغلبية شعب البحرين أو شيعة البحرين لكن شعب البحرين بصموده بأدائه بقواه السياسية بنخبه الفكرية والثقافية بعقيدته الراسخة استطاع أن يبشل هذا المخطط في البداية قام الشعب البحرين أو أنجزت الثورة البحرينية إسقاط هيبة نظام آل خليفة نحن جميعا نعرف بأن منذ قدوم الخليفين إلى البحرين كانوا يرتكزون على دعامتين أساسيتين في إطارهم الاستراتيجي للبقاء على سدة حكم هذا الشعب هذه الركيزتين هما الهيبة واختراق الوعي البحراني من خلال تصوير أنفسهم بأنهم فعلا رجال دولة أو أن لا أحد يستطيع أن يقاومهم هذه الهيبة أسقطها شعب البحرين في هذه الثورة الركيزة الثانية كانت القوة الأمنية والقوة القمعية وأيضا هذه الثورة قامت بإسقاط المخطط الأمني الكبير أو كل الخطط الأمنية التي حاول النظام الخليفي أن يخمد من خلالها هذه الثورة إذن الركيزتين التي كانت النظام أو القبيلة الخليفية تعتمد عليها في الاستمرار في الحكم أسقطت هذه الثورة إضافة إلى ذلك كل المشاريع التي خطط لها النظام من خلال أدائه سواء السياسي أو الحقوقي أو القمعي الأمني قامت الثورة أيضا بإسقاطها الثورة المضادة التي بدأ بها النظام قبل الهجوم على الدوار أيضا أسقطها شعب البحرين المخطط الطائفي الحرب الطائفية أيضا قام الشعب البحريني بإسقاط هذا المخطط على الرغم من قساوة الهجمة أو خطاب الكراهية الذي مورس بحق شعب البحرين لأن شعب البحرين بأخلاقيته العالية تجاوز هذه المسألة وأفشل أيضا هذه المخططات أنجز صمودا رائعا في الاستمرار في الثورة الاستمرار في الثورة يعني إذا أردنا أن نستدل على أن الثورة لا تزال مستمرة فإن شعب البحرين لحد الآن لم يضج من هذه الثورة لم يطلب من قياداته التنازل أو المساومة بل كان دائما هو الدعام الرئيسي لثبات القادة القادة كانوا يستعينون سواء داخل السجون أو خارج السجون في صمودهم بصمود هذا الشعب لو لم يكن هذا الشعب صامدا لا حدث ما حدث كان صمود شعب البحرين وعدم مطالبته لقيادته بالمساومة على مطالبه هو الداعم الأساسي لهذه القيادات بأن تصمد إذن أنجزنا الكثير الثورة أنجزت الكثير خمسة آلاف معتقل سياسي لا يزالون في السجن مئات العوائل مشردة البطالة المنتشرة الحملة خطاب الكراهية كل هذه الأشياء لم تجعل شعب البحرين يتنازل وكل هذه الأشياء دلائل على أن الثورة مستمرة أسقطت الثورة أيضا مخطط تقلب المعادلة من خلال تحويل المطالب السياسية إلى مطالب حقوقية وهي الرؤية البريطانية التي كانت الإدارة البريطانية تريد تنفيذها في البحرين أيضا فشل النظام وبقت المطالب السياسية من خلال بقاء صمود شعب البحرين انفجرت الثورة البحرانية في وقت فكرة نشر الدمقراطية في المنطقة لم تنضج بعد لدى دوائر القرار في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية المصالح الاستراتيجية في هذه المنطقة تمنع نشوء دمقراطية ولو بحدها الأدنى في هذه المنطقة قاومت البحرين وكان خوف البريطانيين والأمريكيين من أن تكون البحرين فعلا شرارة لزرع قيم دمقراطية في المنطقة ولذلك قاموا بتقديم مصالحهم على القيم الدمقراطية التي يؤمنون بها ومنعوا الدمقراطية لكن شعب البحرين بقي مصرا على المطالبة بحققها نختلف مع الذين يقولون أن هناك حقوق مسلوبة في البحرين بل هناك وطن مسلوب هناك هوية مسلوبة ثقافة مسلوبة تاريخ مسلوب لا بد على شعب البحرين أن يسترجع كل هذه الأشياء التي سلبهمنا سواء الاستعمار أو النظام الخليفي الإيجابيات كثيرة لكن لا يجب علينا أن نركن لهذه الإيجابيات والنجاحات التي حققناها يجب أن ننميها ونستعين بها على مواصلة وننطلق منها وليس من الصف في سبيل تحرير أنفسنا وبلدنا من الظل المواقع عليها أما الإخفاقات شعب البحرين لم يخفق لم يقدم شعب البحرين أي إخفاق لحد الآن السؤال يجب أن يكون أين كانت إخفاق المعارضة البحرينية وليس شعب البحرين شعب البحرين قدم نجاحات قدم تضحيات ولحد الآن ولاحظوا أنه طوال السنوات الماضية كل ما طلب من شعب البحرين من قبل المعارضة قام الشعب البحراني بتنفيذه من خلال فعاليات التكبير طفوليتات أي شيء كان يطلب منه كان يستجيب لهذه المطارب إلا أنه في الحقيقة أن شعب البحرين كان متقدم كثير وبخطوات كبيرة ومراحل كبيرة على المعارضة المعارضة في حقيقة الأمر لم تستثمر لحد الآن هذه النجاحات التي قدمها شعب البحرين وين تصرف الإنجازات؟ يعني عادة أي معارضة تصرف هذه الإنجازات في الاستثمار السياسي لم تستثمر هذه النجاحات وحتى على المستوى الحقوقي حيث قدم الحقوقيون البحرينيون فعلا نجاحات كبيرة على مستوى فضح النظام على مستوى تحريك المنظمات الدولية وكشف ممارسات النظام وانتهاكات النظام لكن أيضا هذه الإنجازات لم تستثمر في الجانب السياسي لكي تبدأ المعارضة شوفوا الشيخ تكلم عن تنسيق نحن بعد ثمان سنوات بنكمل ثمان سنوات المفروض تجاوزنا هذه المرحلة تجاوزنا مرحلة التنسيق وبدأنا في مرحلة المشروع المشروع السياسي للمعارضة البحرينية التنسيق حصل بين المعارضة في فترات معينة كان هناك تنسيق خاصة بين القوى الثورية أن نحول هذا التنسيق إلى مشروع سياسي موحد وخطاب سياسي موحد وهذا ما أخفقت في المعارضة من أهم أخفاقات المعارضة هو عدم تكوين خطاب موحد للمعارضة البحرينية نخاطب به العالم أو أصحاب القرار كل جهة تذهب بخطاب أجيب لكم مثال عندما حوصر سمحت آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ماذا كان خطاب المعارضة أو خطاب رجال الدين علماء الدين بيانات علماء الدين والتي اتبعتها فصائل اتبعت هذا الخطاب فصائل المعارضة من دون أن تفكر في أساسيات الخطاب يعني قام الخطاب باتهام السلطة بأنها بأن ما يحدث حملة على الطائفة الشيعية أصلا الحكومة في الأصل أو الخليفة في الأصل حولوا القضية إلى قضية طائفية هم أرادوا أن يحولونها إلى قضية طائفية ومنعنا ذلك من خلال نضال شعب البحرين في الميدان في ذلك الوقت أن نأتي وأن نقول أن ما حصل لآية الله الشيخ عيسى قاسم بأنه هجم على الطائفة هذا خطأ فضيع وقعت فيه المعارضة وقد لو كان النظام دكي قد يتهم المعارضة وأيضا سماحت الشيخ عيسى قاسم بأنه طائفي ليش؟ لأن الشيخ عيسى أحمد قاسم في الحقيقة عمل النظام ما عمل به لأنه يحمل قضية لأنه يحمل مطالب سياسية ليس لأنه شيعي وإلا فإن السيد عبدالله الغريفي الشيعي وهو في البحرين حاليا ويجمع أخماص وكل العلماء في البحرين يجمعون أخماص بس شك عيسى قاسم مثلا كان لتهموا بهذه القضية لأن لديه قضية سياسية لأنه لم يتنازل ولم يساوم على مطالب الثورة البحرينية حصل ما حصل وليس لأنه شيعي والله الأغربية في البحرين شوفوا هذا الخطأ وهذا الخطأ الذي وقعت فيه المعارضة ولم يكن موحدا يعني لحد اليوم نخلص ثمان سنوات لدينا أكثر من خمسة خطابات لا أحد يحترم معارضة من هذا النوع لديها خطابات متعددة لم نقدم لحد الآن في الدوائر في دوائر القرار التي لديها تأثير على السلطة في البحرين خطاب واحد كل ما نروح مكان يسألوننا شنو تريدون انتون وذاك يسألوننا شنو تريدون انتون ليس لدينا يعني لو لدينا مشروع وبالحد الأدنى من التوافقات سواء على مستوى المطالب السياسية لكنا نجحنا في ماذا نجحنا في إقناع ما كان آل خليفة يخافون منه آل خليفة من شنو يخافون من أن يتكون بديل يقنع القوى الغربية بأن هذا يصلح أن يكون بديل لآل خليفة ولذلك هم لم ليش خافوا من الوفاق بالنتيجة الوفاق في المرحلة الأولى أو المشاركة الأولى من الانتخابات فازت بجميع الدوائر التي نافست فيها 18 دائرة نافست فيها أخذت الكراسي هنا قليلا أنا أتذكر مجيد العلوي في البحرين قال لي هذه الكلمة إن آل خليفة صدموا بهذه النتيجة إن الوفاق تاخد جميع المراكز أو الدوائر التي نافست فيها أن تكون الوفاق قوية بحيث تكون تلك الشبكة الكبيرة أو دعنا نقول لا بأس بها من العلاقات مع الدول هذا يخيف آل خليفة فما بالك بأن أن يكون هناك مشروع في ظل ثورة قائمة وفي ظل حراق قائمة وفي ظل فشل دريع من السلطة لإيقاف هذا الحراق ليس السلطة ما فشلت في جميع المشاريع من مشروع التدخل السعودي لإنهاء شعب البحرين يعني الممارسات التي كانت تمارس في أيام السلامة الوطنية كانت واضحة لإنهاء شعب البحرين قضايا التفنيش قضايا الاعتقالات قضايا الهجمة الوصخة والبديئة من ألسنتهم على الناس ما حصل للقادة الرموز في السجون من تعرية من اغتصاب من ممارسات كله ينبأ عن أن السلطة سواء في البحرين أو في السعودية قررت التخلص من هذا الشعب ولذلك فشلت في هذا المجال الشعب البحرين استوعب الصدمة سواء على المستوى القمع أو على مستوى دخول السعودية بعد ثلاثة أيام عندما بدأ التكبير من أسطح المنازل هذا هو بداية الاستيعاب للصدمة وبدأ من جديد ينزل إلى الشوارع وأفشل هذا المخطط الكبير بقي أن تكون المعارضة بمستوى أن تنجز لأقل اليوم المشروع السياسي الذي نستطيع أن نقول لمن يستطيعون أن يؤثروا على السلطة في البحرين من البريطانيين والأمريكيين بأننا فعلا معارضة سياسية محترمة لديها خطاب واحد لديها مشروع واحد وأنها قادرة على أن تكون ند للنظام ومن ثم سيحترمنا العالم شوفوا في الثورة المصرية في الربيع العربي اللي نزلوا إلى ساحة التحرير ترى مليونين لكن هذين المليونين كانوا متفقين على شيء واحد هو خروج مبارك من السلطة نفذ لهم مبارك كان يمثل العمود الفقري للإستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط شالوه لأنه مليونين اتفقوا لأنه لما ينزل الشارع الشارع غير الشارع غير غير في الحسابات غير في التوازنات غير في التفكير أما أن يكون شارع في البحرين بقوة شارع البحرين كل شعب البحرين على الأقل كل شيعة البحرين نزلت أقوى ثورة كانت من ثورات الربيع العربي إذا صحت تسمية كانت ثورة البحرين الأغلبية نازلة إلى الشارع لكن هذا لم يستثمر طبعا بمساعدة دوائر الاستكبار بالتعتيم بالغطاء السياسي الذي قدم للسلطة والعقلية القبلية التي تمتلئ بالحق على شعب البحرين لم تستطع لحد الآن أيضا انهاء هذه الثورة ولذلك أنا أقول أنه آن الأوان للمعارضة لفصائل المعارضة رجاء أن يعني يلملموا أنفسهم ينهو الحالة الحزبية أن يعملوا للبحرين لشعب البحرين لما حدث للبحرين بالالتقاء وصياغة مشروع ترى المسألة ليس صعبة لكن إراد لها إرادة سياسية الخليفة متوحدون تحت راية واحدة تحت مشروع واحد وتحت سقف واحد سواء من مستوى القمع إلى مستوى الأداء السياسي يجب أن يلتفت شعب البحرين أننا متفرقون لن نستطيع أن نهزم آل خليفة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر